معلش معلش يا اخويا معلش اكتاب ايه ونيلت ايه ده دخل جاب بسكت الزبالة وقلبه هنا عشان يكمل النمرة اول مرنة الجرس شكرا انا بنت الاصول وعلى فكرة انا مدلقتوش اول مرنة الجرس انا دلقو من نص ساعة انا عايز اعرف بقى كل اللي حصل ده ليه انت بجد بتسأل يا اخي حزبي الله ونعمل وكيل فيك يا فخر يا فخر احنا كنا هنقة النفس شريرة الست جالها شلال خماسي ما تقفورش شلال رباعي دماغها لسه بتتحرك وبعدين هديك قلت نفسي شريرة دي قط حرمية ونصابة وسرقاني وطيء العمى ولا طقهاش انت نفسك ما كنتش بتحبها صح صح فوق بقى كده بقيت احسن صدق اخي احسن بكتير كأنك شلت الغامة من على مخي انا زي ما كنتش شايف الكلام ده كله ياريتنا قتلناها اخي المرة الجاية عم لو قبلتها لك هقتلها قدامك وبعدين انت محبك الدنيا اول يا سي اذا كان جوز هالمها راجع نفسه عامل عيد ملاد ابن بكرة وهيتبح فيه لا يا راجل ده بتحنا كده بقى لازم ندخله دخلة تانية معاك حق عشان لو دخلنا له زي اول مرة فيه حيفقسنا المرة دي نخشله في خارتيت قعد ياه ببقى ايه نعيد ملاد الواج بكرة احنا لازم نروح له ونعيد عليه مش ده الواجب ولا يا رجال شحة تكتكع مجدة اخسارة حتة قلمازة مدفونة في قلب الزبالة والله وعاك حق موسيقى مين وانتو؟ جايين احنا جناب مهرجعش انت في دينجر عائلة باتشان عرفت مكانك هنا في ايجيبت وهذا في القتلك هدية كان فيه اثنين عائلة باتشان كانوا عايدين يقتلوا كهين ويأخذوا الجوارة أنا كنت متأكد ان هذا هيحصل ليه ولكن من يعرف في سفرها هذه معلومات وانت ليش ما يتكلم هندي ليش لا احنا كميلة هندية تتحدث العربية لكن بسبقة هندية وصارت داخلية في الهند عرفت معلوماتها فجيت انا و الضابيت فورا لحمايتكها و الحمايت الهوالي ركش ها هدا مفملي مفملي انت ما يتكلم هدي ما يتكلم هردو ولكني درست شورته انجلش في جامعة حلواني عشان كده تلاقي الهندي بتاعي ضعيف شوية كنا بنقول ايه